بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نلتقي في هذه الليلة المباركة للحديث عن ما تعلمناه في رمضان فهذا شهر كريم قد تعلمنا فيه كثيرا من الأمور فمن هذه الأمور التي تعلمناها في هذه المدرسة أهمية المجاهدة والاجتهاد حيث نجاهد أنفسنا لتستقيم وتثبت على طاعة الله سبحانه وتعالى وتقبل على النوافل وتبتعد عن الحرام ولنجتهد في إحسان العمل والاتصال بالله سبحانه وتعالى وفي هذه المدرسة وفي هذه الأيام المباركات تعلمنا أهمية استغلال الوقت بأن نستغله في قراءة القرآن وفي صلاة القيام وفي غيرها من أعمال البر والتقوى وأيضا تعلمنا في هذه المدرسة الكريمة أهمية ضبط الحواس وتوجيهها بما ينفعها وتوجيهها إلى ما يرضي ربها سبحانه وتعالى ففي هذا الشهر الكريم نتعلم هذه الأمور بل نتعلم الكثير منها يقول علماء النفس أن الإنسان يحتاج إن دخل دورا يحتاج إلى التغيير إلى أكثر من عشرين يوما تقريبا ونحن الآن ندخل شهرا كاملا إذن في هذا الشهر لا بد أن نتغير فإن لم نتغير بعد هذا الشهر أو في هذا الشهر وبعده فإننا دخلنا هذا الشهر ليس بنية خالصة ولم نطبق ما أراد من الله سبحانه وتعالى ونبيه الكريم صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر المبارك وفي هذا الشهر نتعلم كيف تكون الحياة في ظلال القرآن الكريم كيف تكون الحياة جميلة ومريحة والنفس مرتاحة عندما نقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى ونتعلم كيف نتعبد بهذا الكتاب في قراءته والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى فهذا الشهر هو شهر القرآن هو شهر فيه ليلة خير من ألف شهر وكذلك تعلمنا في رمضان فضل ارتياد المساجد وأهمية صلاة الجماعة ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان وصلاة الجماعة الله سبحانه وتعالى جعلها جعلها ليجتمع عليها الناس ويتعلم من لا يعرف القرآن يتعلم القرآن من الإمام ومن لا يحسن أركان الصلاة وسننها يتعلم من الإمام أيضا فعلينا إذن إخوتي في الله في هذه المدرسة العظيمة التي حبان الله بها من دون الأمم أن نتقدم إلى المساجد أن نذهب إلى المساجد أن نحرص على صلاة الجماعة خلف الإمام وتعلمنا أيضا في مدرسة رمضان فضل العلم والعلماء وفضل من ذهب إلى المسجد ليتعلم من هذا العلم الكريم فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلم فتعلمنا في الذهاب إلى المساجد سمعنا من الوعاظ وسمعنا من الأئمة وغيرهم من المجتهدين في هذا الشهر سمعنا عن الزكاة وعن صلة الرحم وعن قيام الليل وعن القرآن وغيرها من أمور الخير الكثيرة التي تعلمناها في هذا الشهر المبارك فعلينا أن نحافظ عليها وكذلك تعلمنا في هذه المدرسة المباركة الارتباط الوثيق بين الإسلام والقرآن والحياة وعلينا أن نوثق الصلة في حياتنا بالقرآن الكريم وبسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم وتعلمنا إدارة الأمور كيف تكون تقسيم الوقت كيف يكون كيف نوجه العوائل عندما تجلس في المسجد وتسمع إلى المحاضر وتسمع إلى الخطيب وتصلي الجماعة وترى هذا النظام المتكامل من صلاة وقيام ومحاضرة فإنك تعرف كيف تقوم بتوجيه العائلة كما يفعلون عليك أن تجعل نظاما في عائلتك تستفيد هذا النظام من شهر رمضان المبارك فهذه مدرسة عظيمة علينا أن لا نخرج منها إلا ونحن قد استفدنا منها الشيء الكثير نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق وأن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وأن يجعلنا ممن تعلم الأمور الخير في هذا الشهر المبارك إنه قريب مجيب الدعاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته